تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والباية بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 637 قضية تمونية ومستندية وعينية بمضبطات بلغت قرابة 390 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 67 طن وفي مجالي حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والباية بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط أكثر من 271 طن وفي مجالي عدم الإعلان عن الأسعار بقصد الباية بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 43 طن وفي مجال الباية بأسعار أزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط عشرة أطنان أسمنت وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 813 قضية من بينها 239 قضية خبز ناقص الوزن و210 قضايا خبز غير مطابق للموصفات وفي مجال القضايا التامنية المتعلقة بغش الأعلاف والبيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط 12 قضية بمضبطات بلغت أكثر من 243 طن